ميشيل حيك يتوقع وصول اسميل اسد الى رئاسة سوريا كباجيل عن بشار تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابدأ رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشترك لم تمر ايام معدودة على توقعات ميشيل حيك لدولة سوريا 2021 اللي ها والان البشاير تتحق ومن ضمن التوقعات ان هناك عفو رئاسي غير مصبوك في عام 2021 وسجن السيدة تحت الانظار وسوف يخطف الادواء وهناك مصالحات كبيرة مع شخصيات معارضة معتدلة وسوف تلمع في المشهد السوري وايضا هناك مفاجآت كبيرة يحضرها الرئيس السوري واسميل اسد ستظهر كثيرا وسوف تخطف الادواء واليكم الاغرب ان رئيس النظام في سوريا بشاري الاسد يتحضر لتطبيق خطة بجيلة في حالة فشله باستمرار في حكم البلاد وقال احد الصحفيين والمحللين السياسيين السوريين المعارض ايمان عبد النور ان بشاري الاسد قاد يلجأ للغطبة في حالة فشله بترشح نفسه للرئيسة ومن الواضح ان بشاري الاسد لديه خيارات اخرى منها ترشيح اسماء الاسد لتكون بجنا له وهو ما بدأ بالتمهيد له عبر تعليق صور اسماء في الكثير من مكاتب مسؤولي نظم الى جانب صورت زوجها الترويج لاسماء الاسد تم عبر عدة امور منها تعليق صور كبيرة لها في احد الملاعب ببابايا عمر بمدينة تح حمص وظهورها غير المسبوك في كثير من المناسبات ظهور صور اسماء الاخرص او اسماء الاسد في بعض المكاتب الحكومية يأتي في سياق سعي نظام لتأمين حكمه مستخدما شعرات الاعتيادية العصبيات وحماية الاقليات او المقاومة والان فقد صدقت توقع ميشيل حايك ان هناك مفجأة كبيرة يحضرها رئيس السوري واسماء الاسد ستظهر كثير وسوف تخطف الاضواء الايام القادمة وربما الشهور سوف تفصل اكثر ما هي توقعات ميشيل حايك بالنسبة لاسماء الاسد ولا لننسى ان ميشيل حايك قد توقع ايضا بان هناك دون سابق انذار وبلحظة البرك سيلمع اسم بشار الاسد وسيتسبب بصدمة خارج حدود سوريا وهناك ايضا اسماء بارزة لبعض الفنانين السوريين سوف تتدخل مباشرة في صنع القرار السوري وهناك دفتر شروط مستوفيا الحل الامثل للخروج من الازمة السورية وبجئ استدراج العروض العربية والغربية نحن في اتظار انتخابات رئاسية ربما سوف تنجح اسماء الاسد في الوصول الى رئاسة سوريا بجيل عنا بشار اشتركوا في القناة